صباح الخير صباح الخير والهنا يا كريم صباح الرزق والتفاقل احنا قلنا كلام ده نبارح قلنا ان شاء الله يعني مع القرارات او التصريحات الخاصة بك كابتل محمود الخطيب نقول كده اولى الخطوات نحو الاصلاح بإذن الله والعودة مرة تانية للأهل اللي احنا نعرفه لازم برضو المنظومة كلها تكون بتشتغل سواء في مجلس الادارة او الادارة الفنية او اللعيبة او الجماهير كلنا منظومة واحدة كلنا كيان واحد اجراءات كانت رائعة جدا بداية كانت يعني مبشرة جدا بالامس زي ما احنا قلنا ما عندناش فكرة هنا ان انت تخاف من ناشئ تخاف من ان انت تدخل دم جديد اي حد بينتمي لهذا النادي اكيد له القدرة ان هو ينجح مع هذا النادي فيش اي ازمة امبارح شفنا لعيبة واسماء جميلة جدا يا كريم يعني شفت احمد سيد غريب وشفت زياد طارق وشفت قد ايه اللعيبة الجديدة لما بتاخد فرصة بتثبت نفسها بشكل كبير جدا الموضوع ما هوش يعني يفهم اللي هو لعب قديم ولاعب جديد ولاعب يعني محترف ولاعب لسه بيبدأ والكلام ده مش عند ثقافة النادي الاهلي ابدا بارح روحنا وشوفنا بنفسنا كده على الارض يا كريم انا بنوجة نظري كانت عودة مرة تانية لروح النادي الاهلي كانت غيبة كانت غيبة يمكن تلات شهور كمان لكن بارح فعلا شوفنا عودة مرة تانية لروح النادي الاهلي وقصة كلها ان انت قطع الناشئين ده اللي عادنا نتكلم بشأنه كتير جدا واللي مجلس الادارة كان مهتم جدا بتطويره وشوفنا تطوير في الفترة الاخيرة بصراحة بشكل كبير لازم كمان يحصل يعني زي ده وجهة نظري او انا هتبنى هذه وجهة النظر يعني فكرة انه لازم برضو يحصل تطوير يا كريم ليه المدربين بقطاع الناشئين يعني قطاع الناشئين مش بس ان انت عايز تشتغل عليه من زاوية معينة كمان حتى المدربين مفروض ان يحصل لهم تطوير وده برضو شوفنا في الفترة الاخيرة يعني كل حاجة كنا بنكلم شأنها الحمد لله بتتم ولسه هتتم في قطاع الناشئين وفي الادارة عندنا وفي الفريق الاول فبالتوفيق ان شاء الله فخورين جدا بلعبتنا فخورين باللي حصل بداية موفقة وعلى فكرة انا معا جدا برضو لو انت تتفق معايا رأي ان انت هات الشباب بتوعب وطلحهم يعني ساعد الناشئين اه طبعا انا معا فكرة ان احنا نجيب الناس محترفة ومع الصفقات وغيره وغيره بس انا برضو معا ان انا اصاعد الشباب بتوعي لان انت مصنع الناشئين ده الكريم بتاعك طلع لك مين طلع لك اسماء كبيرة جدا طلع لك حسام حسن طلع لك حسام غالي طلع لك حسام عشور طلع لك محمد الشناوي طلع لك الشريف اكرامي يعني ناس كتير انا مش عايز انسى احد بس انت عندك مكان او مصنع تقدر تبني منه فريق كامل فبالتوفيق ان شاء الله بس احنا لازم كنا نعبر قدي احنا السعاداء زينا زي اي واحد من جمهير النادي الاهلي بالمطش والبداية الموفقة مبارح ده اكد لك ان ما فيش حاجة اسمها ناشئ وقديم وجديد والكلام